خلينا وحيش في الوحيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بإذن الله سوف نتعرف على درس جديد وهو مقارنة الأعداد حتى عشر طبعا احنا يقوله تعرفنا الأعداد الواحد إلى العشر لما أقول فكرة الدرس أستعمل التقابل والعدد لمقارنة مجموعتين طيب ركزي معايا أولى لما أقول كان مع خالد ثمانية ريالات ثمانية ريالات وكان مع أحمد ثلاثة ريالات أيهما أكثر وأيهما أقل طبعا الثلاثة أكبر من ثم عليش ثمانية أكبر من الثلاثة والثلاثة أقل من الثمانية طيب يوجد لدينا جمعة من الفواكه يجب علينا شكر الله على هذه النعمة والمحافظة على هذه النعمة التي وهبنا الله إياه شوفوا نقوم الآن بعد هذه الفواكه نبدأ بالبرتقال لما واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة نكتب تحت البرتقال فقط أعيدي على العدد المنقض أمانك الجميع يقوم بالإعادة على العدد المنقض أمانك من تقوم بعد التفاحة من تقوم بعد التفاحات معي يلا نقوم هنا ستة كتبت ستة تحت البرتقال ستة تفاحات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة نكتب العدد خمسة يلا ننتقل إلى الفاكهة التي بعدها الموض واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة نكتب خمسة هنا يوجد لدي خوخ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة نكتب سبعة في إنشودة الأرقام والسبعة تتنظر للنجمة إذن السبعة إلى الأعلى يلاحب هنا أن الخمسة أقل من السبعة إذن الخوخ أكثر من الموض والموض أقل من الخوخ الآن ننتقل إلى الفراولات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن سوف نكتب العدد ثمانية وثمانية عكس السبعة ثم ننتقل إلى الكرزات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية أيضا ثمانية إذن الكرزات ثمانية والفراولة ثمانية إذن ماذا تلاحظين؟ إن الفاكهتان متساويتان متساويتان يلا يا أولى من تقوم بحل الفاكهة التي بعدها الجميع يقوم بالكتابة الجميع يقوم بالكتابة طيب الآن سوف نقوم بعد هذه الكاملات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذن سوف نقوم بكتابة العدد عشرة حسبناها كم طلعت عشرة طيب الأفقاد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن سوف الجميع يقوم بالكتابة معي الجميع يقوم بالكتابة معي طيب ضحي إيفس على العدد الأقل أيهما أقل العشرة أم التسعة ممتازين التسعة إذن ضحي إكس على العدد التسعة انتهينا طيب ننتقل إلى الليمون والفراولة نقوم بعد الليمونات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة نقوم بالعدد ستة نقوم بعد الفراولات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة أيضا ستة ماذا تلاحظين؟ أن الأعداد ماذا؟ ممتازين متسعة ويا ثاني ضعي صح عند الفواكه المتساوية إذن نضع علامة صح عند العدد ستة اكتبوا يا أولى هل انتهيتهم؟ طيب ننتقل إلى الصبح التي بعدها نوجد لدي مجموعة من الفواكه سوف نقوم بعد الضغط قلاة موجودة لدي بشكل سريع واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمانية نكتب العدد تمانية نقوم بعد المشمش الموجود لدي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة نكتب العدد سبعة ضعي صلي بين كل الفاكه بالفاكه البخرى صلي كل برتقالة بمشمشة ماذا تلاحظين؟ نوجد برتقالة واحدة لم تتصل المشمشة الأخرى لأنه لا يوجد إذا البرتقال أكثر من المشمشة من المشمشة ثمانية أكثر من السبعة ننتقل إلى الموز واحد اثنان ثلاثة نكتب العدد ثلاثة ثم نذهب إلى الكردات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة نكتب العدد ستة صلي كل الموزة بكرزة هكذا ماذا تلاحظين؟ من الأكثر؟ الكردات أكثر من الموزة إذا سوف أنا أضع إشارة ضح عند الفاكهة الأكثر ننتقل إلى الفاكهة البخرى يوجد لدي تفاحات ما عدد هذه التفاحات؟ ما عدد هذه التفاحات؟ سوف نقوم بعدها مع بعض واحد اثنان ثلاثة أربعة سوف أكتب العدد أربعة تفاحات الخضراء كم عددها؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة نكتب العدد ستة صلي كل تفاحة حمراء بتفاحة خضراء من الأكثر؟ التفاحات الخضراء ممتازين ضعي علامة صح عند التفاحات الخضراء آخر مثال لدي لدي كردات صلي أول شيء لعدد الكردات الحمراء واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة نكتب العدد خمسة نعد هذه الفاكهة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أيضا خمسة ماذا تلاحظين؟ أن هذه الفاكهتين متساويتين إذن نكتب عندها إشارة صح إذن طب فنصل كل فاكهة الفاكهة المقابلة لها لأنها متساوية من حين يا أولى من هذا الدرس إن شاء الله بإذن الله يكون درس سهل وممتر في أمان الله ترجمة نانسي قنقر